طيب أنا تتحدث عن الوينتوز ازر دياجنيوستك أو مينترينج لو عزوز او مينترانج اي حاجة او وينتوز ازر اي حاجة من الحياة الموجودة عنديدي الليفتة اي ايدي ايديوه او مينترانج الوينترانج ان كان ويبسايت ان كان كلاود سيرفيس ان كان استوراتج فسلو ادخلنا على استورنتج هنا دخلنا على اي استوراتج المينتوز ان كانو نعمل تهم هتلاقي عندك حجة ماهي ميترينج ان شاط ان اتفاهي ميترينج ان زين و هو هو بقول لك ان يتفاهي الملودي لانك ملودي سيبل فانت عشان تعمل للأسيب لازم تروحي فين الكون جديد فانهذا صريح كده طيب، دي الحاجات اللي موجودة عندي فين دي الحاجات الموجودة عندي في الاستورج التالي كان عندي بلوب وعندي تابل وعندي وعندي كيو تمام؟ وكل واحدة من دول لها read request و write request و delete a و delete request دولي بتسجل عندي في اللوجنج عندي زي ما كان في ال WCF كان بتسجل ال post و get انا عندي بوضل هنا الابيرتي بس نسمينهم بس read و write و delete تعم؟ read و write و delete فانا لو عايز امينتر اي حاجة موجودة عندي على storage بتاعت فاسيه لو بحت على ال login لو بحت على ال blogs عم باتا ان اخترت اين كان read request معنا انا بعمل get و write انا بعمل post و delete بقى او انا عايز اعمل delete request دي او انا بقضل delete request تعم؟ في عندي حاجة اسمها لانتشان دي تعم؟ انت عايزة تفضل متخزينة لكام يوم zero معناها unlimited اما لو انا قلت له كده 10 فمعنا كده ان ال login ده يتدانه متسجل عندي full storage mode game mode 10tm تعم؟ اشتركوا في القناة 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 بيظهر لها جراف كده طبعا الجراف ده بيظهر علي الحاجات بتاعتي بيظهر عليه الكابي حصن سي كم و كل بيظهر عندي كل بيظهر عندي شوات كاوس كل بيظهر عندي كاوس ف بيبدأ كاوست ليه في الجراف ده فيه تايم التحت ده الهي سبعة تمانية تسعة عارش راحد عشر يبدأ اقولك ان الجراف ده حاصل امتاك وفيه هنا رسمة كده بلوك ان الكابي ده حصل امتا دليد حصل امتا مش عارفه تمام ده كله بيظهر في الجريف طبعا احنا ما عملاش حاجة فعشان كده ايه مش ظهر عندي تحت كده تمام طيب ننتم ده الحاجات اللي موجودة تحت عندي حاجة اسم ايه ألترول ألترول ايه ألترول ده خد حاجة في السيكو سيبر اسمها ألتس أو أجريتور جوب حاجة او حد ارأة طيب طيب ننتم ده الحاجات اللي موجودة مهمة جدا في السيكو سيبر كادمستريشن ما تيبينيش شوية دي بيليبر بس عمتا في المصر حده فعنا دي بيليبر دي بيليبر دي بيستريشن كله بحصل بعضه طيب ننتم ده الحاجات وانا بعمل بيها ميته في السيكو سيبر عمتا حيثة الآت لا 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 مافعش انتفكيش شبه التريجر بس نحن نصر قدامي يعني التريجر بشغل من البيجرامد هو على حصر اكسن معين نفس الحكاية انا ما ابدأ اقول لو ايرو الحصر معين ابدأ مثلا الاكسن انت تاخده تسند لي ايميل على الايميل بتاعي في يقوم السيكو السيبر هو متولى مهمة اي ايرو بيحصل عندي السيكو السيبر او في الانجي متاعي بعد اي ايرو عليه واحد امال بيحصل واحد اي امال بيحصل باست踪ت الى المشكلة اي امال بيحصل بعد اي امال بيحصل ؛ اصبح موجودة وقفت له ابقامي المشكلة بس الحصر اي اتركت الى المشكلة طيب نفس الحكاية ارت رول انا عايز اقول له لو حاجه حفظت معينه ابدأ اعملي ارت فطبع انا اضيفها منين انا بدخلت عند كده فعندك حاسمة تحت ايه ارت رول او ممكن عند اوف هنا عقابي هنا بص شعب الحاجه كدفلت معمول لها تسيبو بس عشان عامل لها اتشكها كده وتشك الحاجه بتاعتي طيب وانا بس عشان ابدأ اضيف لها ارت رول فانا بقى اف بسها الحاجه بتاعتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 فانا ابدأ ادعوه ايه فانا عايز اقول له مثلا هتبدأ تسند لي ايه طيب كل ادي فانت عندك ايه نبدأ تسند الميل كل ادي لو انت حطت ايميل ساعت كده انا عندي حاجة انا احط اصلا ايميل كده عندي او انت مش عايز تحط ايميل كده فانت عندك ايه ممكن احط ايميل بتاع تحت هنا كده ممكن احطي تمام؟ وابدأ اقول له ايه فطوط الريكوست ما اوصل لي ايميل فابدأ تسند لي ايه فابدأ تسند لي الميل على ايميل بتاعي ان في عدد ريكوست على مثلا على الحاجة بتاعتك عدد العدد انت ايه وابدأ اقول له ايه اوكي فابدأ كريت لي ارور بتاعدي تمام؟ هتلاحظك ان الروت تات ما اقول له وان رول كايت 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 تمام شب وأم تحسد لي فاطي قرأ بيهن وان رول كاية امرا متاسر اشتركوا في القناة